أسود الجيش المغربي يزيلون آلف الألغام في المنطقة العازلة المتاخمة مع حدود تندوف الصحراء الشرقية المحتلة ويؤكدون سيطرتهم المطلقة على المنطقة العازلة ويطاهرون الصحراء الشرقية أو حدودها من الألغام استعداداً لتمديد الجدار إلى الحدود الدولية وهي خطوة تؤكد إنها وجود مرتزقة جبادة البوليساريو في العديد من المناطق العازلة خلف الجدار الأمن بالصحراء وتؤكد أيضاً أن هذه المناطق التي تسمى بالأراضي العازلة سوف تنتهي بشكل نهائي وتمكنت القوات المسلحة الملكية المغربية في السنوات الأخيرة من إزالة أكثر من 3300 لغم من المنطقة العازلة كانت قد زرعتها فيها جبادة البوليساريو الانفصالية في حرب الصحراء في ثمانينيات القرن الماضي كما استطاع الجيش المغربي أيضاً إزالة 3316 لغماً من الصحراء الشرقية أو من عدود الصحراء الشرقية خلال الفترة الممتدة ما بين 9 نوفمبر 2020 و 5 يوليوز 2021 وهي الفترة التي تصادف العملية الميدانية للقوات المصلحة الملكية التاريخية في القرقرات يوم 13 نوفمبر 2020 والتي تلاها فرض تغييرات جذرية على الجدار العازلة شمل منطقة تويزك في الصحراء الشرقية حيث جرى دفع الجدار الرملي عدة كيلومترات إضافية باتجاه الحدود مع جارة السوء الجزائر هذا وأغلب الألغام التي أزيلت خلال الفترة السلفة الذكر كانت ألغاماً مضادة للأفراد بواقع 2931 لغماً بالإضافة إلى 262 لغماً مضادة للتبابات أما خلال المدة ما بين فاتح يناير 2014 و 31 أكتوبر 2021 فإن الفرق المتخصصة في الجيش المغربي في إزالة الألغام رصدت أو بالأحرى أزالت ما يقارب 97 ألف لغماً منها ما يعادل 50 ألف لغماً يسادف الأفراد واستطاع الجيش المغربي كذلك تطهير مساحة قاربة 6000 كيلومتر مربع بالكامل بواسطة 400 فريق متخصصة نفد ما يعادل 1111 تدخل هذا ويعترف نظام العسكر الجزائري في الأولى الأخيرة بقوة الجيش المغربي القوى الإقليمية مشيراً بأن المغربات يمتلك أسلحة سرية جد متطورة خطيرة دون أن يذكر نوع وطراز هذه الأسلحة ويأتي هذا الاعتراف الغير مباشر بقوة الجيش المغربي بعد اتئام الجزائر قبل سنتين للمغرب باستهدافه لمواطنين جزائريين دخلوا المنطق العازلة في صحراء المغربية قبل سنتين حيث صرح كبرانات الجار الشرقي عن ذاك بأن الجيش المغربي استخدم أسلحة متطورة جد فتاك وخطيرة ومحرمة دولياً وهو بمتابة اعتراف جزائري غير مباشر بقوة الجيش المغربي ويتخوفهم من الصفقات العسكرية السرية التي قام ولازال يقوم بها المغرب مع حلفاء الرئيسيين كالولاية المتحدة الأمريكية وإسرائيل مؤخرة وفيما يبدو أن أعضاء الوحدة الترابية للمغرب وبالتحديد كبرانات الجزائر لديهم توجسات كبيرة ومخاوف فيما بات يملكه الجيش المغربي من أسلحة متطورة وسرية لم يكشف عنها لوسائل الإعلام إلى حدود الساعة